احنا اليوم هنعمل طريقة كتير لطيفة هحتاج جدر ممكن ااخد جدر ستانلس ستيل ارجوكم دائما الاواني اللي بنطبخ فيها مثلا زي رز حليب مهلبيات اشتات تكون ستانلس ستيل عشان اي جرح في الاواني اللي هي المبطنة بطبقة مانعة الالتساقة ما بنسميها اي خدش صغير فيها لما بطبخ فيها سوائل بيحلل القطع الصغير هاي يمكن العين ما تشوفها فبيسبب طبعا انها تطلع من الجدر وتصير في الاكل فارجوكم تكونوا حريصين في الاواني اللي بتستعملوها هحط واحد ونصف كوب من الحليب طبعا مقدار القشطة فينا احنا نضاعف الكمية ونعمل كمية حتى كبيرة اذا حبت ست البيت التجهيز المسبق ممكن احطها بالتلاج ما بصير لها ابدا اي شيء هحط مقدار لطحين عندي واحد ملعقة صغيرة من لطحين وثلاث ملعقة صغيرة من النشا هالمكونات حطيتهم مع بعض اذا حبيتوا رشة سكر صغيرة بس مش ضروري لانه احنا عنا قطر حبتدي هلأ ادوب هالمكونات قبل ما احطها على النار خلوا بالكم اتأكد انه لطحين مع النشا دابع الآخر يمكن هون شوي بنحاول نعمل الطريقة المختلفة احنا لما منعمل دائما المهلبية بنحاول ندوب النشا في الاول في اي سوائل وبعد هيك نضيف بقية المكونات ولكن احنا عنا طحين اليوم فنفيش مشكلة حتى تتجنس كل هالمكونات مع بعضها هلأ بولى النار انا حسيبها هلأ عندي هون اشطر جاهزة اوارجيكم كيف تبقى الكمية تقريبا بنفس الكمية وبحط لها اي نوع من المطيبات اذا حبينا ماء الورد او ماء الزهر على حسب ما بنحب اشتركوا في القناة